حرام عليك اللي بتعمليه فيا ده جي ماية بس دي الهام قدامنا أنا أعطي عايات كتير زي سيطر عالجمهور هشوف مسلسل روعة فقلبي تواجع اتجننت بيه ما قدرش أقول رأي نهائي في الموسم لأن لسه فاض النص الموسم يعني النهاردة مثلا أنا تفرقت على أول حلقة من مسلسل جديد اسمه مليحة اتجننت بيه فعارف كل شوية الأمور بتتغير يعني بتبقى مع العمل ده بعدين يتلى حاجة تانية تقول لا أنا مع العمل ده لأن فيه أكتر من عمل الحقيقة كويسين قوي أولا موضوع هنتكلم عن القضية الفلسطينية هي بأول موضوع لسه ما حدش تتكلم خالص معمول شغل إخراج رائع مجموعة ممثلين يجننوا وجود طبعا ميرفة أمين على رأسهم هيلة أمير المصري دياب لا يعني أنا متعقعة هشوف مسلسل روعة محمد سمي راجل دماغ عبقرية في إزاي إزاي يسيطر على الجمهور يعني إزاي يقدر يعمل عمل جماهيري جدا فهو شاطر في ده بيعمله حلو قوي إمبراتورية ميم والمسلسل أعلى نسبة مشاهدة الحقيقة بدأت أشوفهم عشان خطر أشوف إلهام الصغير إلهام صفية جيل لكن شدوني جدا يعني مبارك خلص أعلى نسبة مشاهدة الحلقة الأخيرة رسالة مهمة جدا جدا عن السوشال ميديا والكوارس اللي بتعملها في حياة بعض الناس يعني بعض الأسر والشباب ومفاهمهم وكده إمبراتورية ميم أنا عجبني قوي وتشدت له جدا لأنه حياتنا اليومية يعني مشكل موجودة في كل بيت فدول يمكن أكتر أعمال أنا تبعتها أنا أعطي عيات كتير والله العظيم وأنا بشوف الحلقة أعطي عيات أثناء المشهد خلص الحلقة خلصت وأنا ساعتين بكاء متواصل مش عارفة إيه الحالة اللي انتبتني يعني لكن أنا تأثرت قوي إن ممكن واحد ممكن يوصل لمرحلة من الاكتئاب إنه يأذي نفسه فأنا تخضيت لأنه برضو أنا شايفة آجي مايا بس دي إلهام قدام أنا بالنسبالي أنا فقلبي تواجع بس عملته هاي لو قلتلي حرام عليك اللي بتعمليه فييه ده يعني ما قلتش أول حاجة برافو الله قلتلي حرام عليك اللي بتعمليه فييه ده وبقلتلي ما فكرتيش خالص إن تتعامل بروكة وبردو تتحلق وكده قلتلي لا لا المصدقية وأنتش كنتش بتعملي كده مش انتش كنتش تقوليني المصدقية وأعمل كل حاجة حقيه فأخدت الجينات مع الأسف